حضراتكو مصر فيها كل أنواع السياح زي ما نقولت في المقدمة يعني وده حقيقة يعني حضراتكو بس لو نتأمل كده كل أنواع السياح يعني الكلمتين اللي هقولهم دلوقتي دول مش للمصريين بس كلم على أي دولة عندها نايل سات وشايفاني دلوقتي إذا كان دولة أوروبية دولة أسيوية دولة عربية دولة أوروبية يعني أيا كان مصر فيها كل أنواع السياحة اللي أنتوا عايزينها وبدون مبالغة كلها تستاهل أنه كنتوا تقضوا أجازة فيها جميلة جدا أيا كانت هذه الأجازة بقى طويلة قصيرة وخصوصا حضراتكو يعني إحنا عارفين أن المشاكل الخاصة بنقص الغاز في الاتحاد الأوروبي وفي ناس كتيرة جدا حضرتك ودول كتيرة في أوروبا شعوب بتعاني من ارتفاع أسعار الغاز وأسعار القهربة عشان التدفئة ودخلين على شتا بقى طبعا أنا خالتي في الدنمارك ابتدت تلج حضرتك يظهر في كل حتة في المدينة اللي هي فيها فحضرتك فيه حيبقى نقص كبير جدا في الطاقة وخاصة بعد انقطاع الغاز وتمداد الغاز من روسيا للاتحاد الأوروبي فعفي مبادرات كتيرة جمهورية مصر العربية بتدعو لها أنك أنت تقدر يا مواطن يلي موجود في أي دولة في أوروبا تيجي تقضي شهر شهرين تلاتة لغاية لما الشتي ينتهي تستمتع بالشمس الساطعة الجميلة في جمهورية مصر العربية تستمتع برخص الأسعار بالمقارنة بالدول الأوروبية وخاصة في مجال الطاقة إذا كان غاز وكهربا يعني تستمتع بحياتك ويبقى فيه لمدة شهر يعني مبلغ محدد بتدفع كل شهر تعيش حياتك حيبقى أرقص بكتير جدا من أن هم يكونوا عايشين في بلادهم في الوقت الحالي أنا مش ببالغ ده بيحصل ده بيحصل وإن شاء الله حيحصل وحنشوفه بإذن الله تعالى سكان في الغرداء يعني عدد كبير جدا من المناطق في جمهورية مصر العربية فأنا بقول أن جمهورية مصر العربية فيها كل أنواع السياح فيا كل شعوب العالم عندنا سياحة الثقافية واللي هي سياحة الآثار آثار اللي هي حضرتك بقى إحنا بقلنا أكتر من 7000 سنة ولا 13000 سنة والحضارة المصرية على مر العصور الوسطى بقى يعني القريبة والبعيدة والحضارة المصرية اللي كانت أبهرت العالم كله فعندك كم جبير كبير جدا من الآثار العالم اللي هي تعتبر تلت آثار العالم موجودة في جمهورية مصر العربية فتقدر تيجي تستمتع بأنك أنت تتفرج على تاريخ الحضارات المختلفة الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والقطية والإسلامية ده غير فق رموز الكتابة الهلغورفية مش محتاجة تكلم عن الأقصر وأسوان وفيها قد إيه معابد وفيها آثار قد إيه مش محتاجة تكلم عن كمية المتاحف اللي موجودة في جمهورية مصر العربية في كل العصور مش محتاجة تكلم عن القاهرة والهرم وبالهول يعني عجائب الدنيا السبب مش محتاجة تكلم عن ده خالص أنتو حضراتكم بتدرسوه في مدارسكم فأنك تزور حضرتك هذه الآثار بنت الرئيس السابق ترامب هي وجزها وولادها حضرتك موجودين في الهرم كانوا النهاردة أو مش عارف كانوا إمتى يعني بس أنا شفت النهاردة على وسائل التواصل كثير من الصور الخاصة ببنت الرئيس السابق ترامب أولادها بقى وجزها وكده يعني ندعو كل شعوب العالم منها تيجي حضرتك عندك سياحة الشواطئ عندك ساحل البحر الأبيض المتوسط وساحل حضرتك البحر الأحمر كم العجائب من الشواطئ الجميلة اللي تقدر تستمتع بيها حضرتك أشعة الشمس الساطعة والمياه الصافية للبحرين في أي موسم في السنة غردقة مرسعالم العاريش نويب عرص صدر العين السخنة شرمشيخ سينة الشعب المرجانية اللي موجودة ومش موجودة في أي حتة في العالم في المناطق اللي تقدر تختص فيها لمحب السنوركلينج والديفينج اللي هو بتختص وتبص إذا كان بالأكسوجين أو من غير أكسوجين عندك الأسماك المختلفة اللي كنت بتبقى مبهور بيها لما يا مواطن يا نصري ولا أي حد في العالم لما ييجي يشوف من السياح هذه النوعية الأسماك والألوان العظيمة الجبال العظيمة السلاسل الجبال اللي حضرتك في سينة عندك سياحة المؤتمرات أهو أكبر دليل أكبر مؤتمر في العالم وأهم مؤتمر في العالم اللي بيحضر فيه كل رؤساء تقريبا العالم وهو اللي لسه خلصان مبارح في شرم الشيخ مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخ ده أكبر مسأل يعني فأنت حضرتك جمهورية مصر العربية عندها مجال السياحة فيه الخاصة بسياحة المؤتمرات ده حاجة عظيمة جدا وإنك إنت الدولة المصرية بتنشئ الكثير والكثير من المنشآت اللي تقدر تعمل فيها مؤتمرات تقدر فيها قاعات كبيرة ومصارح كبيرة تقدر تستقبل عدد كبير جدا من السياح أو غير السياح اللي بيهتموا بهذه المؤتمرات إذا كان ثقافية طبية سياسية اقتصادية مهرجانات فنية السياحة العلاجية الواحد من أنواع السياحة العلاجية اللي هي تعتبر مصر أفضل أماكن استشفاء للسياحة العلاجية سنة عشرين وعشرين عايز تقول عملية العلاج بالإضافة إلى مناخ الطبيعي الدافئ في مصر لما ترجع بقى الورا كده واتقع تلاقي حبامات كيلوبطرة أو حمام معرفش إيه في أيام الفراعنة بقى في كثير والكثير من العلاجات الخاصة بعلاج الإنسان من الطبيعة دي حاجة جميلة جدا يعني لك انت تيجي تزورها لك انت تيجي تبقى عندك مشكلة روماتيزم مش عارف إيه ويتفنوا نفسهم في الرملة فكل دي حاجات اسمها سياحة علاجية أو المستشفيات بسم الله ما شاء الله اللي اتعملت في جمهورية مصر العربية بأحدث الأجهزة وأعظم الدكاترة في العالم المصريين اللي ممكن ييجي ويستشفى هنا ويعمل علاج ليه هو هنا وفي نفس الوقت يروح يزور الهرم ويروح لقصر وأسبوعا ويروح البحر الأحمر السياحة الدينية وحدث بقى يعني بلا حرج يعني نحن عندنا جبل موسى يعني المكان الذي كلم فيه الله عز وجل لنبيه موسى وقال له اني انا ربك فاقلعن عليك انك بالوادي المقدسة هو صدق الله العظيم سورة طه فانت حضرتك جميع شعوب العالم هتكون عايزة تروح هذا الجبل في سانت كاترين عندك امكانيات رهيبة ربنا ادهالنا ونحاول ان احنا يعني نزود بقى مجال السياحة ده عندك الازهر الشريف عباب زويل مسجد محمد علي مسجد احمد ابو طولون ابن طولون النقاسف مسجد السلطان حسن دير سانت كاترين كنيسة القديسة جيوس للروم الارتوزوكس دير القديس سامعان دير القديس بولس رحلة العائلة المقدسة عايز ايه تاني عايز نوع ايه من السياحة تاني موجود يعني انت اقمر بس وحتلاقي عندنا السياحة الصحراوية رحلة السفاري الصحراوية في مصر وتتعرف على الحياة البدوية ويبقى فيه مغامرات بقى اللي بتجيباجي واللي معرفش ايه والجمال وا 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 وتشوف شروق الشمس وغروب الشمس مثلا من من جبل موسى او زيارة دير سانت كاترين بعض الشركات حضرتك ينزلك سفاري وفي نفس الوقت تروح تزور المكانين دول عايز من اجمل من كده ايه سياحة يا شعوب العالم اللي ممكن تكون بتتفرج علي على نايسات سياحة اليخوت وحضرتك شايفين الدولة المصرية بقالها كده كم شهر عمالين يتكلموا على سياحة اليخوت واهتمام بسياحة اليخوت في البحر المتوسط بعض التصريحات بتقول ان احنا عندنا 30 الف يخت سنويا بيزوروا مصر وفيه استراتيجية طبعا وطنية خاصة بانك انت تعمل زيادة في هذا المكان جال بشكل قوي عندك بورتو الجونة في الغرداء عندك بورتو غالب في مرسى عالم عندك بورتو مارينة وبتسع اكتر من الف يخت ممكن يرسوا هناك حدا يقول لي يا عم الناس دي للناس الاغنية ايوما هو الناس الاغنية دي وحضرك بيروحوا في اي حتة في العالم تم يجوا بلدك ونرحب بيهم واتدخل فلوس دولارات لبلدك ويورو عشان نعرف نصرف على الحياة كريمة عشان نعرف نصرف على كل ما هو محتاجه الشعب المصري السياحة البيئية وهي المنتجعات الطبيعية من بين القبائل الاصلية في صحراء مصر الثالثة وواحات سيوة البحرية بالاضافة الى محمية رأس محمد الوطنية التي تعتبر مكان مثالي لسياحة الغوص واكتشاف الشعب المرجانية لأماكن الطبيعية اللي موجودة سياحة طبيعة إضافة الى وادي الحيتان أول موقع مصر يضاف إلى قائمة التراث وواس الطبيعي العالمي محمية وادي الريان هذا الكم الرهيب من أنواع السياحة عندك السياحة الرياضية وإن شاء الله السياحة الرياضية دي أكيد حتزيد وحتشوفوا حضرتك بعد المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة هذا الكم من المنشئات الرياضية الحديثة الجميلة اللي إن شاء الله ممكن نستضيف أي أن كان هذه البطولات في العالم نادي الجلف نادي الصيد نادي جزيرة الفروسية المراكز الرياضية في البحر الأحمر وغردقة وشرم الشيخ سياحة التسوق دي آخر نوع من أنواع السياحة طبعا ويبقى لنا يعني كذا سنة كده بتدينا الشعب المصري يعرف يعني مول سنزامان ما عندناش مول بقى عندنا كم كبير جدا من المولات اللي ممكن حضرتك السياح ييجي يشتري اللي هو عايزه خاصة سياحة الدول العربية أهلا وسهلا بيهم في جمهورية مصر العربية بلدهم التاني أو حتى الأوروبيين لما ييجوا برضو يشوفوا إن إحنا عندنا حضرتك مولات حديثة يعني وكل المركات العالمية موجود فحضرتك ده واحد أو عدة أنواع من السياحة في جمهورية مصر العربية في بلد جمهورية مصر العربية أهلا وسهلا بيكم يا شعوب العالم في بلدنا إحنا نستاهل يبقى عندنا ملايين الملايين الملايين تلاتين مليون سائع مش عشرة وعشرين أو مش عشرة وخمستاشر واثناشر وإحداشر لا إحنا المفروض إن إحنا نرفع هذا الكم عندنا إمكانيات ونعم ربنا مدهاننا في مجال السياحة لسه لحد الوقت ما إن شاء الله بإذن الله تعالى بالكل الإجراءات اللي بتحصل دي نتزود السياحة أكتر وأخطر اشتركوا في القناة